مؤسسة وسيط المملكة تنظم اليوم لقاءها السنوي مع مخاطبيها الدائمين لدى الإدارات والمؤسسات العمومية وهذا اللقاء هو مناسبة لكي ندرسه أولاً التطور الحاصل في علاقة الإدارة بالمرتفق وهو ثانياً مناسبة لتقييم هذه العلاقة ومدى سيابيتها ثم هو أيضاً مناسبة لاستعراض خلاصات التقرير السنوي الذي تم رفعه إلى جلالة المالك نصره الله هذه المناسبة هي فرصة لكي تؤكد المؤسسة على أن هناك واحدة تقدم ملموس في علاقتها مع الإدارة وهذا التقدم يظهر أساساً من عدد الملفات والقضايا التي تمت سويتها بحيث استطعنا أن سوئهم 1176 قضية دون اللجوء إلى توصيات هذا التقدم أيضاً يظهر من خلال عدد التوصيات التي تمت تنفيذها نسبة للتنفيذ هذه السنة كان نسبة سنوية وصلت 120% وهذا يعني أننا نفذنا توصيات من التوصيات المتراكمة لكن كنأكد بأن هذا الأمر وهذا التقدم ليس كافياً ولا زال ينتظرنا الكثير لأن الهدف هو مأسسة علاقة الإدارة بالمواطن ومأسسة علاقة الإدارة بمؤسسة الواسط من أجل سيابية يتمتع فيها المواطن بعدالة الارتفاق العمومي يتمتع فيها المواطن بكل حقوقه لأن الانتظارات تطلعات المواطنين تتطور والإدارة يجب عليها أن تطور آليات تدخلها من أجل إرصاء ما نسميه الآن بالنموذج الارتفاقي الجديد نحن جد سعداء لحضور هذا اللقاء التواصلي بمقر مؤسسة وسيط المملكة من أجل تبادل الرؤى من أجل طرح ما تم تداوله بين مؤسستين وكذلك التطرق لمختلف الإكراهات التي قد تواجه هنا في تدبير قطاع التغطية الصحية نحن نحضر لهذا اللقاء هو اللقاء التواصلي الذي يتم فيه التداول حول ما تم تداوله من شكايات وتظلمات المنقرطين بالنسبة للتعضد العماء المرتفقين برسم سنة 2021 ونعتبره فرصة كذلك لطرح مختلف الإكراهات التي تواجه هنا في التغطية الصحية الإجبارية اشتركوا في القناة